عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع مسؤول البنك الدولي لمتابعة جهود الدعم الفني المقدم من قبل مؤسسة التمويل الدولية لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وحوكمات الشركات الحكومية واكد رئيس الوزراء ان الحكومة تمضي بخطوات ثابتة من اجل تنفيذ ما جاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة مشيرا الانه تم اتخاذ قرارات فعلية تسهم في حوكمة الشركات الحكومية وتعزيز التنافسية من جانبه اكد المدير الاقليمي بالبنك الدولي ان برنامج الدعم الفني مع الحكومة المصرية لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز حوكمة الشركات الحكومية يمضي على قدم وثاقة وان هناك اهتماما كبيرا من الجهات الحكومية للتعاون في هذا الملف المهم